أحلم الهدف النهاردة كابتن أحمد إنه ما دخلتش فينا هدف يعني عمل أقول يا رب نحافظ على الهدف ده وبس على كده مش لازم يجيب تاني بس على الأقل ما يخشش فينا هدف طبعا أكيد يعني في البداية خلينا أقول يعني ألف مبروك للمنتخب كل الشكر للجماهير المصرية الكبيرة اللي حضرت النهاردة صحيح وكانت مالية لإستاد وأزرت المنتخب من أول ديئة لآخر ديئة عملت روح وبسمة وبهجة بقنا كتير ما شفناش الفرحة دي ولا المنظومة دي في استاد القاهرة مليان وجميل ومليان الشكل حلو شكل الناس حلو صح وشوش الناس حلوة أيوة فده الجميل النهاردة في المدرجات بالإضافة أنك عندك مباراة من شوتين خلصت الشوت الأولاني وكان عندك هدف حققته بنسبة كبيرة جدا أنك تكسب ده مهم جدا أنك ما يدخلش فيك هدف ده أهم لأن أنت منتخبك ولعبتك بالقدرات اللي عندك سهل جدا تحرز هدف هناك حتى لو السنغال يعني أحرزت ولكن بالقدرات اللي عندك واللعابة اللي عندك والسيستم اللي أنت بتلعب عليه الفترة الأخيرة سهل جدا تحرز هدف في السنغال وده يسهلك المهمة بشكل كبير عشان كده احنا بنقول النهاردة المكسب ده مهم جدا مش عاوزين نتكلم في أي تفاصيل بعيدة عن المكسب لأن احنا عندنا لسه نص المشوار يوم الثلاث لازم نتفكر إزاي نرجع وإحنا خلاص فقط وحالك ندرب وأكيد أي مطش بتلعبه في حياتك بيبقى فيه إيجابيات وفيه سلبيات إحنا مسكين في الإيجابيات اليومين دول وأنا قلت كده في المقدمة هنمسك في الإيجابيات والسلبيات هنتكلم عنها ونفطفل فيها بعد إن شاء الله ما نصعد لكسل العالم ونقول إن نحسن إزاي لكن هو دلوقتي فعلا هو وقت الإيجابيات بس أي مباراة في الدنيا حالك إيما دربت وإيما اشتغلت أكيد فيه مباراة والتطالع حتى لو كسبان بتبع عندك سباب تيجي تنده اللعبة تقول لهم أنت كان عندك واحد اثنين تلاتة أربعة بس لما يكون عندي مباراة بعدها بتلات تيام ما ينفعش أتكلم على سلبيات خالص خاصة إن أنا لما يكون عندي مباراة بأخذ منها الهدف بنسبة 80-70% يبقى أنا بنسبة كبيرة حققت يعني هقدر أوصل للي أنا عاوزه فمنفعش أتكلم في سلبيات وأنا عندي لسه مباراة بعد تلات تيام ممكن أتكلم في أخطاء في جوال كمدرب جوال المعسكر مع اللعيبة في اللي حصل وأنا عاوز أعمل ليه المباراة الجاية وتلاف الأخطاء دي ده كلام هيبقى في الغرف مع المدرب والجهاز الفني واللعيبة بس إحنا وإحنا بنتكلم لأ المنطق بيقول المنتخب قد مباراة مش جيدة فنيا ولكن بالنسبة للهدف أنا خدت لأنا عاوزه وخدت لأنا عاوزه بنسبة كبيرة فلازم أقول لهم مبروك النهاردة ومستنينكم تفرحونا في المورجة إن شاء الله